عقدت الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة لقاءاً موسعاً بأعضاء جماعة المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة وأكد رئيس الهيئة حسام هيبة أن الهيئة بدأت في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن أهمها حظروا إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعدلها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار